اشتركوا في القناة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العلم الحكيم أما بعد معشر المؤمنين والمؤمنات عنوان هذا التذكير ليلة القدر من خلال سورة القدر معشر السادة والسيدات نحن في شهر رمضان المبارك شهر زينه الله تعالى بالقرآن وزينه بالصيام وزينه بالقيام وزينه بليلة هي أفضل ليلة على الإطلاق لا توجد هناك ليلة أخرى تفضل ليلة القدر وذكرت في القرآن مرتين المرة الأولى في بداية سورة الدخان عند قوله تعالى عدوا بالله مجتمع الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إننا أنزلناه في ليلة مباركة إننا كنا منذيرين فيها يفرخ كل أمر حكيم أمر من عندنا الآية ووصفها الله تعالى هنا بأنها ليلة مباركة إننا أنزلناه في ليلة مباركة في ليلة البركة ثانيا دخلت في صورة خاصة بها وهي صورة القدر وذلك قوله تعالى بعد عدوا بالله مجتمع الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إننا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الفشار تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أولا لماذا سميت بمعنى القدر القدر في اللغة العربية يأتي لمعاني كثيرة من ضمنها أن القدر هو الدرجة والرفع والمنزلة في ليلة دات منزلة رفيعة ودات مكانة مكانة عظيمة ويأتي القدر بمعنى الضيق الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدير فعلى هذا المعنى الأرض في تلك الليلة تكون ضيقة على أهلها لكثرة نزول الملائكة ويأتي القدر بمعنى التقدير لأنه في هذه الليلة المباركة يقدر الله ما سيقع على مدى السنة المقبلة وسأحاول أن أتناول في عجالة هذه الليلة المباركة من خلال هذه الصورة نفسها التي سميت بصورة القدر ما هي فضائلها وبعض أحكامها بعض ما يطلب ما يطلب منا فيها أولا ميزة هذه الليلة وفضلت بأمور كثيرة جدا دخلت في هذه الصورة أولها نزول القرآن فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر ويكفيها شرفا أن أنزل الله تعالى فيها فيها كتابه فتلك مزية لا تعادلها مزية أخرى ومن ما ميزت وفضلت به في هذه الصورة أن أكد الله تعالى قيمتها وعظمتها ورفعتها فقال وما أدراك ما ليلة القدر هذه الصيغة تستعمل في الأمور العظيمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وهكذا الميزة التالتة أن العمل فيها عمل مضاعف بشكل لم يألفه الناس وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من الفشار لأن العبادة فيها ليس فقط توازي ولكنها أفضل وأحسن وأكثر أجرا وتوابا من عبادة ألف ألف شهر وعندما نقول ألف شهر 83 عام 84 شهر معنى ذلك أكثر من عمر إنسان عادي فإذا أدرك الإنسان كل سنة فذلك هو الفوز العظيم الميزة الرابعة تنزل الملائكة والروح فيها أنه في هذه الليلة المباركة وهذه الليلة العظيمة تنزل الملائكة من السماء وتنزل بتدرج ينزل فوج ويصعد ويصعد فوج وإلا فإنه لو نزلت جميعا ما وسعتها ما وسعتها الأرض الميزة الخامسة أن هذه الملائكة تنزل بما قضاه الله وقدره بمعنى من فضائل هذه الليلة أن الله تعالى يقدر فيها المواليد والأرزاق والحوادث والأمطار وغير ذلك مما سيقع طيلة السنة من ليلة القدر لهذا العام إلى ليلة القدر للعام المقبل وذلك قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر وفي آية الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا والميزة الأخيرة سلام هي فهذه الليلة كلها سلام وسلام هي مأخودة من السلام بمعنى لا يقع فيها مكروه أو مأخودة من التسليم بمعنى أن الملائكة يسلمون على العباد والناس الذين يتقربون إلى الله تعالى في هذه الليلة بالقربات وهذه فضائل لم تخص بها ليلة ليلة أخرى سبب نزول هذه الصورة الكريمة بل أيضا سبب إعطاء الله تعالى للأمة هذه الليلة الفضيلة أنه أري رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار هذه الأمة فوجدها قصيرة جدا قليل من الأمة المحمدية من يصل المائة سنة بلع أن يتجاوزها والأمم التي سبقتنا تصل إلى الألف سنة بل تتجاوزها أحيانا وهذا معنى أنه لن نستطيع أن نصل إلى مرتبتهم في العمل والأجر والتواب وأورد الإمام مالك في الموطأ أيضا أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رجلا من من كان قبلنا ولعلهم من بني إسرائيل عبد الله ألف شهر فتعجبوا واستغربوا وحسوا بلون من الضعف فقالوا أن نالنا أن نصل إلى مستوى هذا فوهب الله الأمة هذه الليلة المباركة التي من خلال اغتنام فرصتها يتجاوزون تلك المناصب من الفضل والأجر والخير والتواب وهي على المشهور خاصة بالأمة المحمدية ولم تعطى لأمة أخرى إمتى هي ليلة القدر هناك من يقول إنها تنتقل في السنة كلها وهذا الرأي قد أول معنى تنتقل إذا أنها ما دامت مرتبطة بالسنة القمرية مرة تاتي في الشتاء مرة تاتي في الربيع مرة تاتي في الصيف وبالتالي فهي تنتقل في السنة في السنة الشمسية الأمر الثاني أنها في رمضان وهذا هو الصحيح لأن الله تعالى قال عن رمضان شهر رمضان الذي أنزل في القرآن وقال إنها أنزلنا في الاتي القدر إذن معنى أنها في رمضان بل إنها في جزء خاص منه وهي العشر الأواخر انتلاق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينتقوا عن الهوى عندما قال التمسوها في العشر الأواخر ثم زاد وخصص وقال التمسوها في الليالي الوترية من العشر الأواخر بل إنه عليه الصلاة والسلام تفضل وذكر لبعض الصحابة أنها في ليلة السابع والعشرين كما ذكر أبي بن كعبين رضي الله عنه ويقسم على ذلك وليستثني وما ذكره حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي انطلاقا من علمه الغزير قام بحسابات عددية دقيقة وجميلة جدا فعد كلمات الصورة من بدايتها فوجد أن الكلمة رقم اسبوع عشرين هي كلمة هي سلام هي فاستخلص منها ببديهته أنها هي ليلة السابع والعشرين إن شاء الله وقد أكدنا للناس أن يجتهدوا في العبادة طيلة الشهر ولسيما في العشرين الأواخر ولكن يتم التأكيد أكثر على ليلة السابع والعشرين ما المطلوب مننا فيها في عجالة أولا القيام لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه طابعه الشريف فقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فإن من فعله يغفر ذنبه بشرطا يكون عمله فيه إخلاص لله حتى ولو كان قليلا تانيا قراءة القرآن فهي ليلة القرآن ما شرفها الله تعالى إلا بنزوله بنزوله فيها إن أنزلناه في ليلة القدر ثالثا الإكثار من ذكر الله فهو الذي أعطى فلا بد من ذكره وتمجيده شكرا على ما وهب وأعطى ثم كذلك الدعاء والدعاء هنا على ثلاث درجات دعاء عام أن يدعو الإنسان بكل ألوان الخير وكل ما خطر بباله مما فيه فائدة ومنفعة له وللأمة المحمدية وللبشرية جمعا ثم هناك دعاء خاص بهذه السنة بالدات وهي أن يرفع الله تعالى البلاء والوباء وهناك دعاء أخص وهو الذي علمه النبي الكريم للسيدة الكريمة أبونا عشر رضي الله عنها اللهم إنك عفون تحب العفوة فاعفوا عني أيها السادة والسيدات إنها فرصة العمر كما بينا صلى الله عليه وسلم من حرم خيرها فقد حرم يعني اللي ضيع لفضل ديلاد الليلة يعني فاته خير كثير وفاته فضل فضل عظيم إياكم أن تكونوا من الذين يضيعون الفرص ويندمون بعدها حيث لا ينفع أن ندم اللهم إنك عفون تحب العفوة فاعفو عنا وكريم تحب الكرمة فسامحنا وصلى الله وسلم وبركة على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة